حقائق وأرقام من تاريخ الدوري الجزائري بمناسبة انطلاق النسخة التاسعة والخمسين من الدوري الجزائري هذه أبرز الأرقام القياسية وبعض الجوانب التاريخية من الدوري أكثر من توجه بلقب الدوري هو شبيبة القبال في رصيده 14 لقبا وهو أكثر من صعد على البوديوم أيضا 32 مرة حيث حل ثانيا في 12 مرة وثالثا في 6 مرات يليه شباب الوزداد 9 ألقاب في رصيده 16 في البوديوم ثم وفاق سليف ب8 ألقاب و19 في البوديوم واتحاد العاصمة ب8 ألقاب و15 مرة في البوديوم شبيبة القبائل لم يكن خلوني فقط مع الجدول اللي قبله شبيبة القبائل في المرتبة الأولى لكن هناك أيضا رقم قياسي بالنسبة لشباب الوزد الذي حقق ثلاث ألقاب تواليا هي الأول مرة في البطولة الجزائرية أكثر من لائبة في القسم الأول في الجدول الذي بعده أكثر من لائبة في القسم الأول هما شباب الوزداد وملودية وهران سيلعباني موسمة هما الثامن والخمسين من أصل 59 ثم الوفاق سيلعب موسمة الخمس والخمسين وبعدها مولودية الجزائر وشبيبة القبائل سيلعباني موسمة هما الرابع والخمسين يبقى رقم قياسي بالنسبة لشباب الوزاد وأيضا بالنسبة لمولودية وهران الفريقان اللذاني سقطا لموسم واحد فقط إلى القسم الثاني أكبر عدد من المواسم المتتالية في القسم الأول من نصيب الشبيبة لأنها أيضا 54 لأن الفريق الذي لم يسقط منذ الصعود سنة 1969 بالنسبة لشبيبة القبائل طبعا هذه النقطة أخرى أكثر مباراة تكررت فيها دوري الجزائري للموسم الثامن والخمسين أكثر مباراة تكررت هي شبيبة شباب الوزاد مع مولودية وهران الذين يتقابل في 110 مرات ثم شبيبة القبائل ومولودية الجزائر في 106 مباريات التقايا هذين الفريقين أكبر سيسيرة مباراة دون هزيمة في موسم واحد هو شباب الوزاد في 23 مباراة موسم 65 أو 66 ثم ناصر حسين داي واتحاد العاصمة في 22 مباراة هذا أعتقد فترة حسن للمص جيل ذهبي لشباب الوزاد أخر مباراة كان نخسرها مع مولودية وهران في وهران ثلاثة واحد أخر مباراة كان نخسرها في وهران مع مولودية وهران وكان عبروق محمد عبروق اللي نحية لعب كلعب الحارس كان يلعب حارس ويلعب بعض المباراة يلعب لعب طبعا هذه أكبر سيسيرة أيضا دون هزيمة على مدار موسمين هو شباب قسنطينا ب26 مباراة منذ ديسمبر 2012 ونوفمبر 2013 جابر ما كنتش معا هنا يا مع الشباب لا 2012 هذي 2012 و13 كنت مع شباب قسنطينا شباب قسنطينا كنت في 2004 أنا ايه زمان ما لاحظتش يا خالد أنه الفريقين اللي تجمعني أنا وشيخ كناوي شباب الوزاد ذكر اسمه كثيرا أنا نشوفها سرايا سيسيرة عدم الهزيمة شباب الوزداد البطولات المتتالية شباب الوزداد العميد الذي شارك في أكبر أكثر مرات في البطولة شباب الوزداد المباراة المتتالية بينه بين مولودية وهران شباب الوزداد اليوم شباب الوزداد والموسم يبحث على اللقب الرابع توليا في هذه المرة طبعا أيضا أدخل نتيجة أو أكبر سيسيرة دون هزيمة كنا نقلنا أنه بين شباب قسنطينا وأيضا أكبر سيسيرة دون هزيمة كانت بالنسبة لشباب قسنطينا بـ 26 مباراة منذ ديسمبر 2012 إلى غاية نوفمبر 2013 واحد من أحسن المواسم بالنسبة لشباب قسنطينا أثقل نتيجة نتيجتين هما لاتحاد العاصمة مع جمعية وهران 11 دون مقابل في موسم 1975 و1976 واللقاء الثاني شبيبة القبائل مع هندسة الجزيرة بنفس النتيجة في موسم 85 و86 الموسم اللي فات أيضا كانت سلسلة كبيرة مع غيريزان أعتقد كانت لقى خسارة ثمانية أهداف مع مولودية الجزائر أطول فترة دون فوز أثناء موسم واحد هي لشباب قسنطينا قسنطينا موسم 1977 و1978 وأهل البرج في الموسم 2021 و2020 بيرتسين 21 مباراة 21 مباراة دون تحقيق أي فوز أي فوز شاب قسنطينا دائما نحسوه متوجد مع الفرق الكبيرة من حيث النتائج ورقام القياسية وأيضا يمر بفترات صعبة لكن سنة 1977 و1978 بواحد وعشرين مباراة دون هزيمة أكثر من تعرض لسلسلة هزائم متتالية هو شبيبة سكيكدا الموسمة قبل الماضي بخمسة عشر هزيمة أو قبل ذلك نبدأ مع الفوز يلا أطول فترة دون فوز على مدار موسمين هي لمولودية جزائر 27 مباراة وتضمنت آخر 16 لقاء من موسم 1999 وأول 11 مباراة من موسم 2001 هذه المولودية بعد محقة شامبيونة 99 بعدها دخلت في دوامة 27 مباراة دون فوز على مدار موسمين طبعا أكثر من تعرض أيضا لسلسلة هزائم المتتالية هو فريق شبيبة سكيكدا الموسمة قبل الماضي بخمسة عشر هزيمة تواليا نتيجة كبيرة خمسة عشر مباراة دون هزيمة نروح أيضا إلى نقطة أخرى مهمة حيث صاحب أكبر عدد من المباراة في القسم الأول عندكم أسمه؟ أكبر عدد من المباراة في القسم الأول هما ميلود عيبود شبيبة القبال برصيد 424 مباراة جبل شها عندك تتقريبا في القسم الأول والله ديرنيار ما كي جيت نجي فأنا جوف الكافسي دمون دونه شحال لعبته في القسم الأول لازم تثبت أنك لعبت أكبر من الميتين مباراة أنا وسط الميتين وخمسة وواربعين ميتين وخمسة وواربعين في القسم الأول لأنه عشر سنوات عشر سنوات وحدة شنس أنا قسم الأول والثاني لأنه الثاني يعتبر محترف أيضا محترف السيد ميلود عيبود 424 مباراة شحال من نفسه من لعب أيضا نروحوا إلى نقطة أخرى هدف دوري الجزائر لكل الأوقات هدف دوري الجزائر لكل الأوقات هو حاج عدان بـ 127 هدف 70 بألوان الشبيبة القبائلية و57 بألوان الاتحاد يليه حسد الماضي شباب الوزداد بـ 126 هدف وبعدهما بوزري للمولودية بـ 188 هدف ثم بويش شبيبة القبائل ناصر بويش بـ 110 أهداف أعتقد الأرقام صعبة هذا كلهم مهاجمين لا يضيف لأنه كلهم مهاجمين إلا حسن للمص الله يرحمه كان لعب وسط ميدان لكن حسو في تلك الفترة وسجل 126 هدف 126 هدف تاريخ الثاني بعد حاج عدد لكن حسو الأرقام رايب عيدة لأنه لو تزيد الرقم يعني من كان وراء آخر تمريرة راح يخرج لك حسن للمص هذا كنت حاب تخرج حسن للمص نقوله الطريقة يجب أن يخرج يلا الصاحب أكبر عدد من أهداف في موسم واحد هو في موسم واحد طبعا هو لاعب شبيبة القبائل ناصر بويش برصيد 36 هدف في موسم 1985 1986 إلى حد الساعة هذا الرقم مازال بعيد على الهدفين الحاليين للبطولة الجزائرية طبعا هذا مختصر لحقائق وأرقام من تاريخ الدوري الجزائري في موسمه التاسع والخمسين موسم الكوروي طبعا لشباب الوزداد حامل اللقب الذي يبحث على دفاع عن لقبه لمرة الرابعة ورية وبداية كان جيدة أمام هلال شلغوم العيد